موسيقى علامات استفهام كثيرة خلفها الاتفاق الإيراني العراقي لملاحقة أحزاب المعارضة الإيرانية المسلحة شمالية العراق ونزع سلاحة والرغم من أن الإعلان لخطوط عريضة ونقاط عامة في الاتفاق لأن الغموض ما زال يكتنف طرق التنفيذ التي يرى مراقبون أن العراق ليس مستعدا لها لما تحمله من تعقيدات أمنية وسياسية جديدة لا سيما بعد أن حدد الطهران مهلة تنتهي خلال الثلث الأول من الشهر القادم فما تداعيات هذا الاتفاق على المشهد الأمني والسياسي وما المتوقع من بغداد وكردستان على حد سواء للتنفيذه وما موقف واشنطن من كل ذلك نناقش كل مواضيع وكل أسئلة هذه الحلقة في حلقة نهاية الأسبوع من بالعراقي أهلا بكم في حلقة آخر أسبوع من بالعراقي معكم علي زبيدي أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران والعراق اتفقت على نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال أن الاتفاق المبرم يقضي بالتزام العراق بنزع سلاح من وصفهم بالمسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل التاسع عشر من شهر أيلول سبتمبر المقبل من جهته أكد هشام الركابي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن هذا الاتفاق ليس بجديد وأنه ينص على منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون ونزع السلاح وإزالة المعسكرات الحديث في موضوع حلقة الليلة ويانا من بغداد سيد عادل المانا نائب رئيس المرسد الوطني للإعلام ويانا من أربيل المحلل السياسي الكردي الأستاذ ياسين عزيز من واشنطن معنا كبيرة الباحثين في مركز استمسن والقبيرة في الشأن الإيراني باربر اسلافين معنا أيضا من لندن ميك ميل روي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا بكم في بالعراقي ومساءكم خير استاذ عادل أبدأ من بغداد ويا حضرتك العراقي يقول بأن الأمر ليس جديد وهو يشمل منع تسلل المسلحين من إيران وبعد نشر قوات حرس الحدود العراقي وأيضا تسليم المطلوبين لجانب الإيراني ذهب أبعد من ذلك قالوا أنه ليس فقط هذا سيتم قواعد تلك الجماعات ستغلق وسيتم نقلهم لأماكن أخرى أنا أعرف حضرتك عندك تفاصيل من بغداد شنو اللي تم وشنو رح يتنفذ وين رح يرحون هذه المجاميع اللي موجودين داخل كردستان العراق بدأ تحياتي لك أستاذ علي ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الحرة أينما كانوا قبل الإجابة على تساؤل جنابك الكريم أن هذه المجاميع أين ستذهب أين سيكون موطئ قدمهم القادم دعني أقدم مقدمة حتى تكون هي منطق الحوار في هذه الحلقة لا سيما ضيوفك الكرام من لندن ومن أمريكا حتى يسمعون الرأي العراقي أقول على أنه الأمن القومي لأي دولة من الدول إذا ما تهدد الأمن القومي لا بد أن تأخذ تلك الدولة بعين الاعتبار هذا التهديد وبالتالي تلجأ إلى خيارات عدة يعني إحنا بالعراق تعرضنا إلى هذه القضية مثلا الآن التدخل التركي في أقليم كردستان وهو شمال العراق الأتراك يتذرعون على أنه تهديد أمنهم القومي من قبل مجاميع مسلحة تركية اللي هي البككة فبالتالي لجأت إلى الخيار العسكري في العراق لمحاربة هؤلاء حتى الولايات المتحدة الأمريكية لما حست في عام 2003 وقبلها على أنه نظام صدام كان يمتلك أسلحة دمار شامل ويهدد أمنها القومي بالتالي اضطرت إلى أن تشتاح العراق بغزو بعيدا عن تسهد عادل هذا كل هذا تحجي على الأمن القومي الإيراني صحيح الوافقة الأممية تدافع عن مبدأ أنه أمن القومي الإيراني مستهدد نعم الأمن القومي الإيراني مهدد ترى الجمهورية الإسلامية في إيران أن أمن القومي مهدد من خلال هذه المجامع الكردية الإيرانية وليست الكردية العراقية حتى لا يحصل اللبس عند البعض الكردية الإيرانية وهي مسلحة وبالتالي تقوم بهجمات بين الفينة والأخرى تعكر صف الجمهورية العراق دورة الحقيقة هناك بصراحة شديدة ومتناهية هذه المجامع لو كانت منبوذة عراقيا لشهدنا موقفا أزاءها ولكن هناك بعض الرعاية إلى هذه المجامع بما لا يقبل الشكية رعاية بعنوان سياسي منهم ليس لدي جواب على من يرعاهم ولكن هناك رعاية سياسية إلى بعض المجامع كما هناك رعاية سياسية إلى الطرف الآخر حتى الأمور توضح تقصد رعاية لهم بالأقليم لا لا هي رعاية سياسية بشكل ولكن بحكم تواجدهم في مناطق الإقليم بالتالي نستطيع القول على أنه هناك رعاية لهم في هذا المكان من قبل مجامع في الإقليم من قبل مجامع خارج الإقليم ولكنها متنفذة متنفذة في الإقليم هذا الموضوع هو ليس بجديد ولهذا شنت الجمهورية الإسلامية يعني كثير من الضربات في العام الماضي والعام قبل الماضي لعل ما حدث أخيرا وأصبحت الاتهامات تكال من هنا وهناك على أن هذا الموقع تابع إلى هذه الجهة وإلى تلك الجهة هذا الموضوع بتقديري الآن وصل الاتفاق العراقي على ضرورة نزع سلاح هذه المجامع فبالتالي تبقى بعنوان معارض ولها حق المعارضة في أن تعلي صوتها بعيدا عن السلاح اليوم التقارب بين بغداد يعني الملفات الداخلية قد تلقي بظلالة على هكذا اتفاقات اليوم التقارب بين الإقليم وبين بغداد يصير وجوبا على الإقليم أن يلتزم كما وجوبا على بغداد أن تلتزم شكرا سيد عادر بنزع سلاح هؤلاء وبالتالي يعاملون كما عمل شكرا سيد عادر خليني حتى أيضا أسمع من باقي الضيوف وأذهب إلى واشنطن باربرا أهلا بك في بالعراقي أسأل عن توقيت هذا الاتفاق وصيغة التي كتبت بها وهل هي بداية حقيقية للتهدئة على منطقة الحدود أما أن البعض يرىها قد تشكل مشكلة بين بغداد والأقليم أولا شكرا جزيلا على دعواتي للمشاركة في هذا البرنامج وقدر ذلك أرى ذلك في سياق السياسة الداخلية الإيرانية كما تعلم نحن نقترب من ذكرى سنوية لماسا أميني الكردية الإيرانية التي قتلت في حوزة الشرطة إيران تفعل كل ما تستطيع لمنع المزيد من الاحتجاجات في الذكرى السنوية في السالس عشر من سبتمبر لا أظن أن هذا الأمر مصادف أنهم طلبوا من إقليم كردسان العراق وبغداد التصدي للمعارضة الكردية الإيرانية التي كانت موجودة في كردسان العراق منذ سنوات طويلة لست متأكدة ما الذي سيجري على وجه التحليل لأيت بعض التصريحات من تلك الجماعات بأنهم لن يقوموا بأي أجمات ضد إيران وأنهم سيكونوا حاذرين في هذه الفترة ولكن في رأيي هذا عنصر آخر في الجهود الإيرانية لمنع الاحتجاجات ونحن نقترب من ذكرى وفاة مايسا أميني وأبقى معك باربرا وصححي لي المعلومة إذا لم تكن دقيقة الحكومة الإيرانية في أكثر من مناسبة ألقت باللوم على هذه الجماعات على بعض الجماعات الإيرانية الكردية بأنها كانت مسؤولة أو تتبنى بإشعال هذه الاحتجاجات حسب التعبير الإيراني صحيح؟ هم لاموا تلك الجماعات ولكن نحن نعلم أن الاحتجاجات وطنية كان هناك كثير من الاحتجاجات بسبب التمييز وسوء المعاملة من قبل الحكومة الإيرانية ولكن هذه الاحتجاجات كانت في جميع أنحاء الإيران وقادتها النساء التي سائمنا من الشكل الذي عليهم إرتدائه وهكذا رأينا إيران تفعل نفس الشيء فيما يتعلق بالجماعات السنية المسلمة مثلاً في بلوش وربما هناك بعض انخراط من قبل الجماعات الإيرانية المعارضة في الخارج ولكن في مجمل الأمر الاحتجاجات وطنية من الداخل طيب أسمع من أربيل سيد ياسين عزيز كل الهلبيك في بالعراقي من المفترض أن أربيل هي جزء من الاتفاق الاتفاق هو ثلاثي وليس ثنائي أربيل وطهران وبغداد سؤالي ردود الفعل داخل الأقليم بشلونها على هذا الاتفاق الذي المفروض أربيل موقعته خاصة وأنه كثير من الجهات الكردية تقول أن الأحزاب الكردية الإيرانية التي بعضها ممكن يكون مستهدف ومشمول بهذه الاتفاقية قاتلت إلى جانب البيشمرقة والقوات العراقية ضد داعش مساء الخير أستاذ علي تحياتي لكم والمشاهدين والضيوف الكرام طبعا أربيل جزء باعتبار أن الوفد الذي زار طهران ضم أيضا أربيل والسليمان إذا صح التعبير كان ضمن الوفد العراقي الذي ترأسه السيد قاسم العرجي السيد ريبر أحمد وزير الداخلية والسيد يوا أحمد مدير الأسائش العام من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني فالإقليم يعني على دراية بالاتفاق لكن الإقليم إلى الآن خلال الأيام القليلة الماضية لم يصدر عن الإقليم أو مسؤولي الإقليم أو مسؤولي حكومة الإقليم أو حتى الحزبين المشمولين بالتصدي لحكومة الإقليم الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي أي تصريحات لا مؤيدة لا معارضة يعني هناك نوعا ما صمت في الإقليم حول هذا الموضوع لماذا؟ هناك تصريحات سمعتها اليوم من الاتحاد الوطني الكردستاني الإقليم أستاذ الإقليم طرف رئيسي في تنفيذ هذه الاتفاقية لكن الظروف الإقليم الآن ظروف صعبة لديها مشاكل مع الحكومة الاتحادية الحكومة الاتحادية لم تنفذ التزامات مع الإقليم إلى الآن تحرج حكومة الإقليم تحرج أحزاب الإقليم أمام الشارع الكردي فكيف تشترك الإقليم في تنفيذ اتفاقية هذا ملف أمن قومي المفروض صعبة ومؤلمة للإقليم يعني ليست سهلة يعني نشوف أنه الموضوع ليس سهل على الإقليم يقدر يتبنى مقابل الشارع ملف الأمن القومي أكيد الشارع الكردي لدي ضق يعني خاصة أن الأحزاب الكردية الإيرانية المتواجدة منذ بداية الثمانيات في إقليم كردستان لم تعرض أمن الإقليم للخطر ولم تحرج الإقليم يعني كثيرا ما كانت الهجمات التي تقودها هذه الحزاب أو تمارثها داخل الحدود الإيرانية لم تنطلق منها العمق العراقي أو من الإقليم أو منات تاكاسين تاكاسين شلون ما عرضت أمن الإقليم للخطر ضربوا أهداف يقولون على أقل وفق الرواية الإيرانية أنه نضرب هذه الأهداف التي تستهدف داخل إيران يعني أنا نضع أنطيك الجدلية من جهتين أستاذ علي الإيرانيين ضربوا أربيل قصفوا أربيل بـ 15 صاروخ قالوا به مقر الموسات وهذا لأثبت عكس الحقيقة لجنة من الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي يعني الإيرانيين حججهم حاضرة وجاهزة وتصديرهم لأزمات الداخلية جاهزة للأسف النفسية الموجودة في بغداد والذي تحدث بها السيد عاد المانع يعني كانوا للأسف هناك أطراف سياسية في العراق حاكمة ومتنفذة في بغداد ملكي أكثر من الملك يعني لغتهم أقوى من اللغة الإيرانية ومشددة أكثر من اللهجة الإيرانية في هذا الموضوع يعني يمكن لا يدركون حجم المخاطر الأمنية في حال تدخلت قوات وصارت عمليات أو صادمات عسكرية هذه الأحزاب الكردية أحزاب مسلحة ولديها مسلحين ومتمركزة في المنطقة قبل تشكيل الحكومات الحالية يعني في عهد النظام السابق لذا فالموضوع لن يكون سهلا خلال يومين شكرا شكرا أستاذ ياسين خليني أسمع من مك قبل ما رحفاصل مك مدروي أهلا بك في بالعراقي كيف تابعت تفاصيل هذا الاتفاق وما قد ينتج عنه هل هو أمر طبيعي كما طرحه أستاذ عاد المانع موضوع أمن قومي لإيران من حقها أن تتفق مع جارتها على درء هذا أو بعاد هذا الأمن أو هذا الخطر أم الموضوع أكبر من هذا الوصف يعني أولا يسعدني أن أكون معك ومع ضيوفك ومع المشاهدين ما أستمع عليه ربما جديد لأنني لم أرى الكثير مما سمعته في الصحافة هناك أمر أريد أن أقوله للتوصل لأتفاق أمر وتنفيذه أمر آخر من غير الواضح بالنسبة لي هل وافقت الحزاب الكردية في الإقليم على ذلك بمجمله وإذا فعلوا ذلك أو لم يفعلوا ذلك هذا سيكون له تأثير كبير على تنفيذ هذا الأمر هناك مجموعة من الأفراد مسلحة سيتم وضعها في معسكر هذا أمر صعب للغاية يمكن قوله بسهولة ولكن تنفيذ صعب جدا فأنا أريد أن أعرف كيف سيتم تنفيذ ذلك خارج حدود وثيقة تم توقيعها في بغداد الأمر الآخر الذي يريد أن نرى هو كيف يتم التعرف على أولئي الأفراد من مجمل السكان ككل ونزع سلاحهم أنا أفهم أن الدول لديها القدرة لتوقيع التفاقات والحق مع الدول الأخرى المجاورة لهم ولكن لا أفهم بصراحة كيف سيتم تنفيذ هذا الاتفاق وهل هذا مجرد تمرين خطابي أم أمر فعلي وهذا سؤالي لضيوفك الكرام لأنني لست متأكد من كيفية التنفيذ جزء من الأسئلة ستتمحور أيضا ميك على مسألة مدى إمكانية تطبيق فعليا هذا القرار أو هذا الاتفاق يمكن أذهب لأنني لا عندي وقت كافي حتى أسألك سؤال آخر إذن فاصل سريع وبعد الفاصل المراقبون يقولون الاتفاق اتفاق نزع سلاح معارضي طهران في داخل أقليم كردستان صعب التنفيذ خليكم يا أنا حتى نعرف ليش إذا نعود لتكملة الحديث مع ضيوفنا الكرام أستاذ عادل المانع يعني إذا تحب طبعا نتعلق على ما قاله ضيوف الكرام أكيد تقدر بس أريد أسألك مرات الواحد يسؤلف يقول شون ياب الحكومة العراقية تقدر تكبح جماح آلاف المسلحي المدربين المعتادين على البيئة الجبال واللي هم أصلا جايين يعني مستقتلين مثل ما يقول وعايشين بهذه المناطق صار لها صار لهم 40 سنة من دون أن تقدم أقصد العراق من دون أن يقدم خسائر هائلة وخطط شبيرة يعني بزمان صدام يمكن يقول لك ما قدر يطلعهم دولة من الجبل شون الآن رح تقدرون أو تقدر الحكومة أن تنفذ هايش مشروع لا أستاذ علي وإذا ذهبنا إلى هاي النقطة في تساول جنابك الكريم شون تقدر وذولة مسلحين جبل وبالتالي لا بد أن تقدم خسائر إذا كان الوصف بهذا التوصيف بمعنى هذه مجاميع مسلحة بالضد من العراق وتستطيع مهاجمة العراقيين فبالتالي هم أعداء يجب على العراق أن يجتثهم اجتثاثا كاملا من الأراضي العراقية إذا كان بهذا الوصف أما إذا كان لا بوصف بوصف معارضة إيرانية يعني أكراد إيرانيين يعارضون النظام ويتخذون من العراق مقرا لهم هنا نزع السلاح ليس ببعيد يعني عدنا تجربة سابقة في معسكر أشرف اللي بجماعة مجاهدي خلق مجاهدي خلق حصروهم في منطقة وسميت بمعسكر أشرف بين بغداد وديالي وهي آلاف مؤلفة ولهذا يعني ردا على تساؤل ضيفك الكريم من بريطانيا أنه كيف تستطيع الحكومة معرفة هؤلاء المعرفة أولا الجهاز الاستخباري العراقي سواء كان في كردستان أو المركزي يعرف جيدا من هؤلاء وكم عددهم وأين يقطنون وما هي المناطق التي يتواجدون بها عذرني باقي أكسر عادل أنا بسر أقول شغلة بن ياب عن ميك يعني هو ميك الرجل يقدر يتفاصيل أكثر لكن أيضا ميك يعني وظيفة السابقة عنده معلومات مخابراتية استخباراتية خلينا نقول يقدر يقول لك أنه ليس سهل أنه جماعة قارنون وتجيبون تقولون هذول اللي هم ويا الإيرانيين أو ذول أكراد إيران وذول جماعات أخرى يعني هي مسهلة لا هذا هو إذا عنده معطيات يستند عليها نحترم معطياته ولكن أنا أتحدث عن واقع حال يعني إذا الآن ما تساءلنا سؤال سؤال جوهري ومركزي ورئيسي هل العراق يعني العراق بشكل عام كحكومة مركزية اتحادية بالعراق وكحكومة إقليم كردستان هل يعرف تمام المعرفة هؤلاء المعارضين الإيرانيين الكرد الجواب بكل تأكيد نعم يعرفهم وبالتالي قادر ولكن أنا شخصيا أيضا أشك في أن يطبق هذا الاتفاق تطبيقا فعليا على أرض الواقع لعدة أسباب منها السبب المركزي بتقديري الشخصي اللي أنا تحدثت عن أنه هناك حاضنة سياسية من البعض على مستوى أحزاب على مستوى أشخاص على مستوى متنفذين هنا متنفذين عفوا الأكبر قد يعني واحدة من قراءاتي أنه اليوم مثلا التواجد الأمريكي في شمال شرق سوريا ويعني زيادة العديد والقوات وما إلى ذلك قد يذهب الجانب الأمريكي إلى حماية هؤلاء للعب بأوراق عده للعب على مستقبل تنفيذ الهدف الأمريكي من جهه والستراتيجي الأمريكي ليس يعني مقتصرا على سوريا فحسب هذا في سوريا في حديث كامل ولكن في قبال إيران الذي يحاول أن يقطع الامدادات أو التوصل الإيراني من إيران عبر الإراق عبر سوريا إلى لبنان إلى حزب الله هذا واقع قد جلعب الأمريكان على وسط خليني من الأمريكان لأقول لك شغلة بس أنا بوسطة هذه الفكرة والأمريكيين موجودين يقدرون يجاوبون إذا هذا طبعا وجهة نظر حضرتك وتحليلك لكن أسأل نقطة قالها أستاذ ياسين قبل شوية قال أنه أكو مشاكل ما بين بغداد وأربيل ما تقدر أربيل توقفوا بصدر مرفوع يقول أنا أدعم بغداد وأروح أطلع هذه الجماعات المسلحة ما يقدر عنده شارع وراء أنا أتفق وأنا سبق وانذكرت قبل إجابة ضيفك الكريم على أنه الآن هناك حل حل للمشاكل هناك يعني شبه اتفاقات ستخرج إلى العلن يعني من حيث التطبيق إذا كانت على مستوى قانون النفط والغاز أو على مستوى يعني التواجد في كاركوك إن عادت تقريبا 33 مكتب للحزب الديمقراطي الكردستاني في كاركوك وقضية المناطق المتنازع عليها ولكن تبقى يبقى اللعب سياسيا يعني لم نسمع رأي من أربيل اللي هي عاصمة تقريب كردستان رأي قبال هذا الاتفاق ليش لأنه حتى تبقى بيدها ورقة تلوح بها بالضغط على بغداد لتنفيذ الاتفاق البغدادي الأربيل يعني على كلامك معناه هذا الاتفاق ميتم لأنه ورقة الضغط السياسية سيد عاد من الآخر يعني أنا أنا أقول هو الملف برمته وإن كان إيران تعتبر أنه منها القومي ولكن هو برمته هو سياسي أنا أعتبر ولهذا لا أتوقع على أنه ينفذ الاتفاق وفق التواريخ المعلنة بها زي باربرا هل إيران بدورها قادرة على تنفيذ هذا الاتفاق من طرفها وهي أصلا تعاني من مشاكل وضغوطات داخلية ذكرتيها قبل قليل فهل هذا ممكن تنفيذ من الجانب الإيراني لهو أيضا كلام لربما لمكاسب سياسية أو مكاسب أخرى لقد رأينا بالفعل إيران تهاجم عدة أهداف في الإقليم من وقت الآخر فقد تفعل ذلك مرة أخرى وقد تدعي عدة إدعاءات حول ليس فقط الوجود الأمريكي بل الإسرائيلي أيضا الأمر يعتمد على ما يجري داخل إيران قبل بدء الذكرى السنوية إذا كان هناك احتجاجات ضخمة مرة أخرى خاصة في المناطق الكردية لن أفاجأ لو قررت إيران أن تأخذ الأمور في أيديها مرة أخرى ولكن الأمر شائك إيران نديع علاقات جيدة مع التحدي الوطن الكردستاني ومع حكومة بغدان فلابد أن تكون حذرة حتى لا ينظر إليها على أنها تخالف السيادة العراقية وتعتدي على السيادة العراقية وهي في نفس الوقت التي تحاول أن تظهر قواتها وتظهر أنها لن تخشى من الاحتجاجات ضد النظام طيب أسمع من أستاذ ياسين كاك ياسين إذن أرجع لأربيل وهل أربيل ممكن أن تسمح لبغداد طبعا استتأمين الحدود وقوات الحدود حرس الحدود هم بشكل أو بآخر عدهم ارتباط مع القوات الجيش العراقية أو القوات الأمنية العراقية لكن أسأل فعليا هل ممكن أربيل تسمح للقوات العراقية بأن تدخل أو تنفذ عمليات موضوع إذا أراد يتم راح يتم بتنفيذ الأكراد نفسه أكراد العراق أقصد أستاذ علي كما قلت العلاقات بين أربيل وبغداد غير مستقرة وإلى الآن مقلقة صحيح أن هناك تعهدات لكن أربيل ترى أن الأمور ستمش بطريق أي من التعهدات السابقة أستاذ ياسين كاك ياسين إلى اليوم أردى جواك أردى جواك إذا أكو وفد يتفاوض لماذا بغداد متفاعلين وأربيل ما متفاعلين هذا أفترض أن حضرتك تمثل جزء كبير أو ساذ عادل أيضا الوفد الذي ذهب إلى بغداد عاد اليوم بدون أي اتفاق وبدون أي شيء إلى أربيل يعني ليس هناك أي تطور إيجابي هناك كلام ووعود كما شاهدنا حكومة السيد السودان شكلت قبل أكثر من عشر أشهر إلى الآن أربيل فقط تسمع تعهداد وكلام معسل وكلام جميل يعني ليس هناك شيء ينفذ على الواقع لذا فتنفيذ خطة عسكرية أستاذ علي بهذه الضخامة للسيطرة على أكثر من ثلاثمية أو ثلاثمية واربعين كيلومتر مع الحدود حدود يقليم كردستان مع الجانب الإيراني لن يكون سهلا يعني حتى القوات قوات حرص الحدود التي الآن تنتشر في بعض المناطق وبحاجة إلى تعزيز ليس هناك أيضا إتفاق نهائي بشأنها لذا فهذه الملفات ستبقى عالقة يعني أود أن نشير إلى ملاحظة جيدة أشارتها ضيفتكم في واشنطن الذكرى السنوية لمقتل جينة أميني أو مهسا أميني 16-9 والتاريخ النهائي للتهديد الإيراني 17-9 فالحكومة الإيرانية كيست تأتي بقوات كبيرة قرب هذا التاريخ قريب الحدود مع إقليم كردستان في المناطق الكردية الإيرانية بحجة تنفيذ هذه التعاهدات أو التهديدات أو الاتفاقية لذا فالموضوع كما قالت وأشارتها موضوع دقيق جدا منع أي تصعيد داخل الأراضي الإيرانية بحجة الاتفاقية الأمنية الموجودة مع بغداد فيما يتعلق بالمعارضة هذا الرؤية أو هذا التوقع الذي حضرتك قلته أن تتوقع أو قد تقوم الحكومة الإيرانية بإرسال قوات قريبة أو على الحدود في يوم 19 قبل يوم 19 قبل الذكرى ورى الذكرى أنا أسأل الحكمة في أربيل يعني هل الحكمة في أربيل تقتضي أن تتعاون أربيل و بغداد في سبيل حل هذا الملف وسد باب الذرائع الإيرانية إذا اعتبرناها ذرائع إيرانية لول أولى أنه نبقى الحدمان ونشوف ما الذي سيصير يعني الموضوع بين أربيل و بغداد شيء آخر أستاذ علي أنا أقول لك بصراحة في أربيل يعني هذا غير معلن من قبل أستاذ أربيل و بغداد أنا أقول لك الإيرانيين نجوي على الحدود ورادوا يضربون للقليل أنا مجا أقول بين بغداد و بين أربيل أنا أقول لك الإيرانيين نجوي اليوم يوم 19 وقالوا حدود ينضربون زين أربيل ما ستسوي وهذا الموضوع سنرجع نقول تعال يا بغداد أربيل كل مرة تقول أو حكومة الإقليم سواء أربيل أو سليمانيا ليس بمقدورها صد هجمات إيرانية أو حتى تركيا بحاجة إلى تقوم بغداد إلى دعم وطني من الحكومة الاتحادية التي لا هي بغداد لا تتفاهم لا تقترب لا تنفيذ تعاهداتها الأبسط من التعاهدات العسكرية والأمنية مع أربيل فكيف بهذه التعاهدات وبعدين أستاذ علي يعني أكون عامل فعلا خارجي هؤلاء هؤلاء الموجودون الموجودين في الأراضي العراقية في أقليم كونستان في أكثر من 90% مسجلين عند الأمم المتحدة كلاجئي سياسيين يعني هذه الأمور أيضا لا تأثير ذاتي يعني أيضا الموقف الأمريكي الذي يتخوف منه الأطراف المتنفذة في بغداد أيضا فاعلي وموجود الولايات المتحدة أكيد لن تسمع بهذه السؤولة للتمدد ولتنفيذ إيران تهديداتها في الإقليم لا يزال شيئا أو موقعا جغرافيا مهما للمصالح كل واحد قاعد قبال أخو وعين على شتفة يباوش وراء هي العراق هذه قصة العراق كل واحد قاعد قبال أخو يباوش على شتفة جوارين ومجد يسوي هي هذه قصة العراق من الأولى للآخرة بس أنا حاولت يمكن قد تجوز منها من واشنطن قاعد الوحدي يمكن أن أحل الأزمة بين بغداد وأربيل بس يبدو الموضوع صعب ميك ميلروي السؤال لك الواقعة غير شيء أستاذ علي ندري بس غير نريد ندور لها حل ميك هناك بعض جماعات ضغط لأحزاب كردية إيرانية هنا في واشنطن تحاول أن تحشد الدعم السياسي لوجود هذه الجماعات داخل أقليب كردستان تريد من واشنطن أن تدعم أو تدفع بعدم تنفيذ هكذا نوع من الاتفاق ما بين طهران وبغداد هل يمكن لواشنطن أن تتدخل بأي شكل من الأشكال طبعا يمكن أن تعطي برأيها لدينا علاقات هامة جدا مع الحكومة العراق والمجموعات الكردية في واشنطن لديهم نفوذ كبير لأن كثير من الأمريكيين قضوا وقت طويل في كردستان ولديهم علاقات هناك وهذا أمر هام أتفق مع باربرا في أن الإيرانيين في المستقبل سيتقومون بهجمات ربما ضد العراق ضربات صاروخية وجوية ولكن هذا أمر الأمر الآخر وأنا حاربت في العراق وكنت في العراق مع شركائنا الأكراد والعراقيين الأمر آخر هو أن تنقل قوات إلى هذه المناطق لنزع السلاح واعتقال أفراد في تلك المنطقة فأعود إلى فكرة أنه من أمر مختلف أن تقول أن يكون لديك اتفاق ويختلف تماما من النحية العملية أن تفعل تنفذ ذلك عسكريا أعتقد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة مما يتم الحديث عليه في هذا الاتفاق وأمل أن هذا لا يجلب المنطقة إلى حفة الاضطرابات لإرضاء الإيرانيين بسبب هواجسهم حول المجموعات الكردية الإيرانية التي تم عزلها فمرة الأخرى أقول أن الجانب العملي في هذا الاتفاق مهم من السهل إطلاق هجمات صاروخية وجوية ولكن من الصعوبة بمكان القبض على هؤلاء الأفراد ونزع سلاحهم ووضع في معسكرات اعتقال كما ربما يطالب هذا الاتفاق طيب ميك بالمقابل هناك من يرى أنه بالعكس هناك تسوية لربما في المنطقة هناك لربما هذا جزء من تسوية أكبر لحل أو لتقريب وجهة نظر لحل لضبط ايران شون ما تريد توصفها ووصفها لكن بالأخير هناك تسوية الملف الايراني والوجود الايراني وتدخل الايراني في المنطقة لربما هذا جزء مننا لإيران ما لها وعليها ما عليها لو هذا أمر بعيد ميك من روي أعتقد أعتقد أن الاتفاق كان يجب أن يستهدف منع عمليات عبر الحدود من العراق إلى إيران وليس القبض ونزع سلاح واعتقال مجموعة كبيرة من الأفراد في العراق وهو ليس فقط من النحية العملية مستحيل بل يجب أن يكون أمر حكومة الإقليم وحكومة العراق يجب أن تتفاهم حوله من ناحية التنفيذ من منظور إيران طبعا يجب منع العمليات عبر الحدود من منظوره معمليات الإرهابية ولكن ليس القدرة على الذهاب إلى دولة أخرى ذات سيادة وجمع مجموعة من أفراد وأعتقد أن هذا أمر صعب للغاية لمعرفة من هم أولا الأفراد وتمييزهم عن باقي السكان ثم القاء الخبض عليهم واعتقالهم في مكان غير معروف ميك من رؤية شكرا جزيلا لك أذهب إلى فاصل أخير وبعد الفاصل الانقسامات داخل العراق والانقسامات داخل عفو بغداد والانقسامات السياسية داخل الإقليم كيف تؤثر على هذا الاتفاق وكيف تتفاعل واشنطن مع كل هذه الخلافات والتوافقات دعونا نرجع بالجزء الأخير فاصلوا راجعين أهلا وسهلا بيكم بالجزء الثالث والأخير من حلقة الليلة من بالعراق سعد عادل المانع نحجيها طق بطق وبما أنه قبل شوية عجبتك الحجاية من قلت أنه العراقيين واحد قاعد قبال أخوي يلتفت على شتفة يباوع وراء خاف جوارينهم دايس وشي وواحد ما معمن بالثاني هاي حقيقة ترى يعني هو هذا بغداد انقسامات بالقليم انقسامات أريد أسأل شنو الوضع هذا الاتفاق شنو وضع البي كي كي شنو وضع حزب العمال همي أنا أتراكي يقول لك عندنا تحدي وانت بالبداية قلت تزعم جانب التركي يزعم في حين الإيرانيين متأكد حسنا هم هذه نقطة ما ناقشتك اليوم جانب التركي يقول لك احنا همين هذا لازم ننهي الوجود هذا الحزب حزب إرهابي مصنف إرهابي دوليا ومصنف من قبل تركيا وأكو زيارة كانت الوزير الخارجي التركي هكان في دان من أربيل قال أن تركيا ستعمل على تطهير الأراضي العراقية من إرهاب حزب العمال الكردستاني هذا نص الرجل هل المفروض العراقي يسوي هيتش اتفاق أيضا ويطلع أو ينقل أو يعزل حزب العمال الكردستاني لا هو سبعيدا عن أنه يسوي اتفاق أو ما يسوي اتفاق يعني إذا خلقه يسوي اتفاق راح يشير الحديث يعني مسر آخر اليوم تركيا هي من متحكم في هذا الموضوع ليس العراق يعني يدفع باتجاه طرد الباككة أو نزع سلاح الباككة اليوم تحاربهم كرد عفوا تركيا يعني محاربة وجها لوجه وهي من يقود هذا الملف وهذا يفترض أنه العراق من يقبل به يعني هذا لهم يمك ويهددون الأمم القومي هذا لهم يمك داخل أراضيك هذا نقصت هو نفس الحال وأنا أريد أن أصل لك إلى هذه النتيجة على أن الفرقة أو عدم التجانس العراقي في موقف واحد النزاعات السياسية المصالح السياسية التي يختلف عليها البعض ولعلها هي صاحب المقام الأعلى في الاختلافات بين الأعزاب العراقية سواء كانت كردية أو عربية سنية أم شيعية هذا الاختلاف بالضرورة يؤدي إلى تشضي وتشتت الموقف والقرار السياسي ولو كان الموقف السياسي موحد والقرار موحد بعيدا عن الخلافات لو وجدنا قرارا عراقيا موحدا اتجاه مثلا التدخل التركي في العراق وتواجد البكك سألتك على حزب العمال حتى سألتك سألتك على حزب العمال لأنه هوية وجدت نظر موجودة موجودة بالإقليم موجودة هنا في أمريكا موجودة أيضا في بغداد يقول لك لا حزب العمال مدعوم من أحزاب رئيسية قوية في بغداد ومدعوم بالتالي حتى من جهات هذا هي الفكرة الفكرة أنه عندك ناس أكون قسامات داخل أربيل حسن خص ليمانيا وأربيل هذا موضوع ثاني أروح لأستاذ ياسين بعدين بها بس أنا أتحدث لك عن واقع يا سالة لا أخص بغداد دون بقية المحافظات وليس بغداد بها المركز لا أنا أتحدث لك بشيء عراقي عام يعني البككة نعم أنا متابع وأعلم علم اليقين أنه أيضا هناك حاظنة سياسية البككة داخل العراق من أشخاص وأحزاب عراقية ولهذا يعني يحاول البعض أن يلوح بهذه الورقة بين الفينة والأخرى كما للمعارضة الكردية الإيرانية أيضا رعاية وقد نقفز يعني خارج أسوار الوطن في الرعاية يعني بدل العراقية سنلقاها رعاية إقليمية للمحيط الإقليمي للعراق أيضا موجود ورعاية أمريكية وبريطانية يعني حقيقة كان بيودي أن أسأل ضيفيك الكريمين من بريطانيا ومن أمريكا أنه هل يقبلون بمعارضة مسلحة على أراضيهم أو على حدود أراضيهم تهددهم هذا واحد اثنيا ماذا يقولون في جماعة تمتلك سلاحا وهي خارج حدود القانون والدستور أي الدستير سواء كانت في العراق أو خارج إقليمية وأنت تقصد هنا هل تقصد الجماعتين هل تقصد حزب العمال والأحزاب الإيرانية الكردية لو تقصد بس الأحزاب الإيرانية الكردية وحزب العمال خوشة وادم لا 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 كلاهما معا كلاهما أقصد البككة وأقصد الأكراد الإيرانيين موجودين في الشمال العراقي شكرا سيد باربرا يعني عادة المذيع هو من يطرح لا سيلا لكن إذا أحببت أن تعلقي على سؤال أستاذ عادل لك ذلك لكن سؤالي هو له علاقة بنظرة أكبر البعض يرى بأن هناك تسوية تقوم بها أدى الدول الدول الغربية الولايات المتحدة لربما وجهة نظر هذه ليست وجهة نظر رسمية مع إيران وهناك حراك أيضا في المنطقة علاقات دبلوماسيتهم في المنطقة ما بين مثلا السعودية وإيران مصر وإيران وهكذا وجزء من هذه التسوية الكبيرة أن هناك ضمانات معينة يجب أن تعطى لإيران وهذا جزء منها لا تعطى من هذه الدول لكن جزء منها داخل العراق هذا الموضوع هل هو واقعي أم بعيد يعني من قبل المجموعات مدعومة من إيران الميليشيات العراقية على وجه التحديد التي تدعمها إيران أنها لن تهاجم الأمريكيين في العراق أو الأمريكيين في سوريا هذا الفهم لا يبدو أنه يمتد إلى المجموعات الإيرانية الكردية أو الأكراد الأطراق في العراق ضيفك على حق تماما أمر فضيع أن يكون لك مجموعات مسلحة تعمل على أراضي دولة ذات سيادة ولديها أجندات خاصة بها ولكن هذه قصة طويلة مع العراق والأسف الغزو الأمريكي في 2003 لم يحل هذه المشكلة مشكلة وجود المجموعات المسلحة وربما هناك مجموعات مسلحة في العراق لأن أكثر مما كان موجود قبل الغزو الأمريكي ومن المؤسف وأشدد على أن السياسات الداخلية الإيرانية هي عامل أساسي في هذا الاتفاق أو على الأقل التقارير الخاصة بهذا الاتفاق أتفق مع ميك أنه لن يستطيع أحد أن يسير عبر الجبال ويلاحق أعضاء من هذه الجماعات ويضعهم في السجن أو الأتقال ما تحاول أن تفعله إيران هو عدم إعطاء حوافز للإحتجاجات في المنطقة الكردية وإذا حدث هذه الإحتجاجات سيكون هناك ربما إيجاد حج بأن ذلك يقع عاتقه على العراق وليس على إيران كاك ياسين الخلاف الكردي الكردي يظهر في مناطق وقد يختفي أو لا يبدو واضحا في مناطق أخرى البعض يقول لك أيضا هذا ما يحصل أنه ما رح يصير في يوم من الأيام أكراد بدون أن نضع وراهم شيء ثاني ما نقول أكراد عراق ما كفت يوم من الأيام أكراد رح يوقفون بوجه أكراد حتى ينظفون هذه المنطقة بالأخير الموضوع قومي وموضوع سليمانية فيه جماعات وفي أربيل هناك جماعات لكن بالأخير هي هذه الحقيقة هذا يمكن الناس لا يسئلوا للسؤال أنا أدطرحها اليوم إيجاد أكواقع وإيجاد مستعدة أربيل وسليمانية يتفقون على موضوع يضبطون وضع العراق ويواجهون هجهتين بككا والأحزاب الإيرانية يعني يكون محاولات أستاذ علي المشكلة أحد المشاكل الكبيرة في الإقليم عدم اتفاق الحزبين على كثير من الملفات للأسف هذه الملفات التي تعتبر تلامس الشعور الوطني أو القومي لدى الكرت من الصعوبة الحزبين في 1992 جربوا المواجهة العسكرية وكان أكرة فعل شعبي صاخد عليهم بصراحة يعني دخول الكرت مع أحزاب كردية واطراف كردية أو أكراد من غير أكراد العراق أيضا في مواجهة هذه صعبة يعني لن يكون سهلا الاتفاق حتى في موضوع المعارضة الإيرانية أيضا لن يكون سهلا للمعلومات يعني معظم المعارضة الإيرانية الكردية الموجودة في إقليم كردستان في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني الذي لديه علاقة طيبة مع طهران وحتى مع الأطراف المتنفذة الآن في بغداد لكن التنفيذ صعب جدا لذا فالحزبين الكرديين أنا لا أتوقع أن يجتمعان أصلا لبحث هذا الموضوع في هذه المرحلة لذا فالموضوع معقد جدا أستاذ علي يعني ليس هناك حزب كردي يمكن أن يجازف بأن يدخل قتالا مباشرا مع أحزاب كردية حتى له من خارج الحدود من أجل ترضية إيران أو ترضية أفلان وعلان أو أطراف السياسية أو تنفيذ اتفاقيات لذا فأنا أتصور أن الموضوع يعني نوعا ما بعيد جدا وإن كان الحزبين الكرديين مختلفين لكن لا أستطيع أن أقول يعني أو أستطيع أن أقول أنهما متفقين على علم دخول مواجهة عسكرية مع أي كرديسان من إيران أو تركيا ما كو وسيلة داخل البيت الكردي الكبير أن تضمن الأحزاب الكردية أن لا يؤذي بعضها بعضا أو لا يؤذي بعضهم المناطق التي فيها البعض الآخر يعني أنا إذا أتخيل الأكراد في كل هذه الدول هم إيد وحدة بطريقة أو بأخرى لا أريد أن نقول بكل شي ما كفد شخص ما كفد آلية تخليهم يا جماعة الخير نحن عايشين في دول نضمن أمان في هذه المناطق لأن بالأخير أنت تريد الجمع يعيش في رفاهية المفروض يعني حتى تذكر مشروع الاستفتاء من صار إذا بالأخير تريد يسير دولة حتى إذا الجماعات هذه هم ونقسم ما بيناتها شلون وتكل واحد داعم تجهي جهة يعني مشكلة الكرد مشكلة الكرد في جزء منها الأفكار أو الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية تختلف كثيرا مما يدفع الكرد ككردي هذه الضريبة وكثيرا ما تتعرض هذه الأحزاب الكردية إلى ضغوط خارجية يعني أنا أقول لك الشعور من أربيل أن هذه الاتفاق هي يعتبر وأربيل ضغطا إيرانيا وهي إحدى أساليب الضغط الإيراني على أربيل أو الحزب الديموقراطي الكردستاني ينفذ من خلال الحكومة الاتحادية الآن موجودة التي لا تنفذ إتفاقيات ما أربيل باختصار إيران لا يحسد عليه الكرد ساذ ياسين باختصار ما تريد إيران من أربيل أن تردخ كليا لتنفيذ الأنجدات الإيرانية في المنطقة وهذه صعبة بالنسبة لأربيل بصراحة لأن أربيل لديها مصالح وعلاقات أعمق من هذه المصالح المرتبطة مع إيران من جهة أربيل تريد علاقات متوازنة سواء مع إيران أو مع تركيا أو مع الولايات المتحدة لكن أن تكون أو ترضخ مثل بقية الأطراف للأجندة الإيرانية هذه صعبة جدا على أربيل شكرا كاكيا سين ممنون جدا لوجهة النظر التي طرحتها ميك ميلروي أسمع منك هذا المشروع إذا لم وفقا لأغلب الأراء أنه لا ينفذ أو هو مجرد سياسة أو استعراض سياسية كيف يمكن أن نتعامل مع الفترة المقبلة مع هذا الشحن الموجود وأقصد هنا كيف الولايات المتحدة أتفق في أن هذا الاتفاق صعب تنفيذه ربما هذا يهدف أهداف سياسية أكثر منه أهداف تنفيذية فعلية مع قولي هذه أعتقد أنه من مهم الإشارة إلى أنه لو إيران حاولت أن تدمج سكانها العرقيين داخل حكومتها بدلا من عزلهم ومعاملاتهم بشكل مختلف لن يكون لديهم مثل هذه القضايا أو على الأقل ليس لهذا الحد أنا أفهم لماذا دول تريد أن تسيطر على حدودها ولا تسمع بالهجمات العبر للحدود خاصة من منظور إيران ولكن لا أظن أن هذا الاتفاق يمكن تنفيذه بما هذا سيتم الحديث عنه بشكل كثير ولكن لا يحدث على الأرض وأعتقد أنه هذا هو المكان الذي نحن فيه ولكن حسب ما ذكر ضيفك الأمر معقد وأتفق أن هناك مجمعات مسلحة أكثر الآن مما كان موجود قبل الغزو 2003 ولكن أعتقد أن هذا الأمر سيكون موضع حديث أكثر من موضع تنفيذ وبتأكيد هذا الأمر سيكون موضع حديث لنا كالصحفيين والسياسيين أيضا في مناسبات قادمة شكرا لكم ضيفنا الكرام خلصت حلقة آخر الأسبوع من بالعراقي أشكر ضيفي من بغداد السيد عادل مانع نائب رئيس المرصد الوطني الإعلام أشكر ضيفي من أربيل المحل السياسي الكردي ساذ ياسين عزيز من واشنطن أشكرك كبيرة الباحثين في مركز تنسون والخبيرة في شأن الإيراني بارو اسلافين وشكر لك أيضا ميك ميلروي من لندن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أشكر منصول لكم سادتي على طيب المتابعة إن شاء الله نشوفكم أسبوع الجاي وحلقة جديدة من بعراقي دائما تابعونا وخليكم ويانا دائما على موقع التواصل في أمان الله اشتركوا في القناة